رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إن من سنن الجمعة التبكير إلى الصلاة وقد وعد الله جل جلاله بثواب عظيم جدا فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها وفي الحديث غسل واغتسل أي بالغ في التنظف وقوله بكر وابتكر أي بالغ في التبكير وكلما زاد تبكيره إلى الصلاة كان أعظم لثوابه فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة أي راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه وهذه الساعات تحسب من طلوع الشمس إلى حين خروج الإمام على المنبر فتقسم خمسة أجزاء يكون كل جزء منها ساعة وتكون هذه الساعة قريبا من الساعة المعهودة ستون دقيقة لأن الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال وهو لحظة صعود الإمام على المنبر قريب من ست ساعات أو دونها أو أكثر منها بقليل وفي التبكير إلى الجمعة لا سيما في الحرمين الشريفين مصالح عديدة يكفي منها تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب من الإمام والإنصات له أثناء يلقاء الخطبة ومنها التمكن من كثرة التنفل فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري ومنها أن يتيسر له تلاوة القرآن لا سيما سورة الكهف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث عليها فقال إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة ومنها تفادي الزحام وتجنب تخطي الرقاب كما جاء في الحديث السابق عن سلمان الفارسي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأنه يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطم جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة رواه الإمام مالك في موضعه ومنها أن يجتنب الجلوس في الممرات وإذاء المسلمين بالتضيق عليهم في طرقهم ومنها أن المبكر إلى الجمعة يحصل له ثواب انتظار الصلاة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة وفي الصحيح ما دامت الصلاة تحبسه متفق عليه ومن سنن الجمعة غسل يوم الجمعة وهو غسل مؤكد تأكيدا بالغا بل قال بعض أهل العلم بوجوبه لما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا متفق عليه وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ويستحب له في يوم الجمعة أن يتطيب بما يتيسر له من الطيب ويتجنب الحضور برائحة كريهة حتى لا يؤذي جموع المصلين عن عائسة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم فيأتون ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله سلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا رواه مسلم كما يستحب له أن يلبس أحسن ثيابه فعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك هذا الحديث في عرض الفاروق على رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه كان من المعروف عندهم التهيئ لصلاة الجمعة بأفضل ما يجد وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يشتري هذه الحلة السيراء لأنها قال هذه لباس من لا خلاق له ولكن أصل لبس الثياب الحسنة في الجمعة أصل معروف مشتهر عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب